رحبت جامعة الدول العربية بقرار أستراليا باعتبار المستوطنات الإسرالية غير شرعية مثمنة اعتزام الحكومة الإسترالية استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذكرت جامعة الدول العربية أن هذه القطوة المقدرة تنطوي على أهمية كبيرة كونها تبعث برسلة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها وبقواعد القانون الدولية معربة عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى كما أعلنت الجامعة رفضها في المقابل أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر